السلام عليكم في هذا الفيديو نحضر معكم هاد البيتزا الشهية الرائعة كجهزة هلا واقتصادية في متناول جميع قد نحضرها اليوم الليشا المهم في العشاء كنحير وشنو نديرو وهاد البيتزا هاد سهلة ما تخش منك بزرد الوقت نهائيا واقتصادية بدكش اللي عندك تحضري بها هاد البيتزا هاد اول حاجة كنقوم بها انا دائما كان سهلة ودائما اي حاجة صعيبة كان سهلة المهم هنيا كان اخطوا حزي كويس دية المدى فيه كان وضع فيه جوج معلقة صغر دية الخميرة للخبز ومعدة بلجو بارد ضفت معلقة أخرى هي معلقة كبيرة ونص دية الخميرات للخبز المهم هنيا كان نضيف لها شوي دية سنية بطبيعة الحال كان نخلطها ونغطيها ونخليها جانبا حتى كنت تفاعل هادوا مهم المبادئ اللي كندير انا في العاجين هاد هي الطريقة ديالي فالعاجين اللي كندير سبحان الله كل سيدة والطريقة اللي كتدير فاش كتبغيت عجن وما دي الطريقة ديالي كنوضعه جانبا حتى كيتفاعل كنناخد العجانة ديالي هاد العجانة اللي كنت دارت عليها صراحة نفعاتني والله لا نفعاتني يا رحمة يا ربي اه المهم اللي اول مرة يشوف هاد الفيديو ومعارفش اه معارش هاد العجانة رهار خيصة يمكن كتبع ماشي شي تكلوفة اه كنت سيدة مازال ما اخذتها تاخدها رات هني كديمة انا كتبت هذه القصعة مع عجن ودلك هذه والله الى الرحمة يا ربي ما كنت ندير شي تضيف العجين نهائيا مهم هنا يوضعت ثلاثة ديال الكووس ديال الفرس وكاس ونص ديال الفينو شوية ديال المليحة ووضعت هذا الكاس ديال الخميرة الخبز ثلاثة ديال معالك كبار حتر بعض المعالك كبار ديال زيت العود صافي وكان عجن الخليط ديال وغادي نبدا نضيف الماء تدريجيا الماء بطبيعة الحال يكون دافي احنا كنت ناخد هذه العودة الخشبي فقط هي كنعاون بها هكا من الجناب كي تكون الدقيق في الجناب هكا وكان عاون به مهم هنا هي الكاس التالي ديال الماء احنا كنت نشغلها نبدا 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 نضيف العجين تصدددك متزين كم هيا في الخطرة الأولى لها كان تصددك كان فشكت سالم من العجين كان عود لها المرة الثانية مهم انا هنا اخليتها في هذا البول هذا ديال العجين وصفي غطيت عليه بلاستيك وخليته احته خمر مهم ما تقوش عليكم قوة الماعن واذا تخلعوا منها فشكت بغيو تنوضوا تحضروا شي حاجة تتفكروا في ذلك الماعن واذا تدروا بناقص لا 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 هالطريقة سهلة سهلوها عليكم سهل انتو مراكوشي سهل هادي دبار اني كان وجد هالبيزا اللحشة ومع الوليدات خسومين عسو بكري ويفقوا للمدرسة عاركم عارفين وهذا ايو وضغيه ضغيه يخصني ضغيه نصرح واخد ضغوطات وهذا وكان ضغطوه على رأسنا الصراحة والزربة الله يحضر السلام السلام والله لك نقينه النهار كامل وحناك مهم هنا في لاصوس هاد لاصوس هاد المعتمد عندي عمري ما بدلتها شدت بزاف ديال انواع تلاصوس مهم هنا يحكي جوج ماطيشات كبار نزلت عليهم جوج ريوسة ديال التومات وما حكيتهم مهم هنا كما تشوفون الطماطي من المركزة كنوضع فيها زيت الزيتون كتبقى رائع وكتبقى لكم مشهر وكتر مشهر كتبقى كما هي وفشكة نوضع لها زيت العادية زيت المائدة كنوضع في الزيت اللاجزة اللاجزة المخلص هذه الزيت والذي المخلص وضعت كامل والهزاء والتخمرة صافيه ومع التواب الا الفخ الزعتار هو المكون الرئيسي في المطبخ الزعتار عندكم الحبق وهذا ورق سيدنا موسى دائما عندي من المطبخ دي ما كان لدت بهم شهيوات مهم ما راكم عارفين نطويج ناس و اي حاجة كن وضعها كندير في هاد المنسمات هادو مهم هنا يا وضعت لصوص فوق النار و هنا اخذت كفيته اي كفيته عندكم او لدد او اي حاجة وضعت شوية توابل لبزار وسكين جبير شوية تحميره والخركم اللي بميلح و شوية زيت الزيتون هنا كنفرتها واحد شوية ذيك الكفيته ولا صدي انا كما كتجي كتجي سلام والريحة الزعتار عاطية في المطبخ اول حاجة غادي نقوم بها غادي نفرغ العاجين من الهاواء هنا اي حاجة غادي وضعت شوية ديال الفينو فوق سطح المطبخ و بطبيعة الحالات اللي غادي نوضع فيها البيتزا فرجتها بارق المطبخ و شوية دلالفينو تهي مهم العاجين غادي نقسمه على نصفين كما كتجي كما كتشفوا الكيمياء اللي اعتادتكم لاسه الكوز ديال كايك و كاسو نصف ديالليفينو غادي نخرجوا لي جوج بيزات كبارين نقسم على نصفين نضع فيه بيتزا كبيرة نضيف بيتزا دائرية نضيف بيتزا مربع نضيف بيتزا نضيف بيتزا نضيف بيتزا نضيف بيتزا نضع جبن احمر محكوك او جبن مدزري للي عندكم توفر زيتون اسواد ورشاد الزعتر المحكوك إضافة الرئيسة ، جبنها يجب عليكم الواقع العلوي من اكتب للي عند خلال الواقع اضع الفلفل اخضر الفلفل اخضر اضع الفلفل اخضر اضع الفلفل الزيتون فروماج ورشيش الزعتار كمال عادة طريقة الطهي لها البيزا كنت سمعتم عند شاف مهم وحد شاف نصيح الكثير على هذا البيزا طريقة نسخن الفورن بطبيعة الحال ونشعل عليه مئتين درجة مئتين درجة ضرورة تكون الدرجة بحليك الطيبة الخبز لكي لا تقصح البيزا و تبقى عندكم مرطبة مهمة ديها من بي الأساسيات نجاح البيزا ركت جير طيبة بزوينا ركت تقسمها بحلي كأننا كلف المطاعم بهذا الشكل هذا و ركت جير طيبة بالعجينة واعرة بزاف لصوص اللي حضرت معكم ساهلة و بنينا و بأقل تكلفو ضغيك توجد مهم انا وجدتها كما قلت لكم كما قد شوفو بالليل راي صليت المغرب نطكن وجده باش الوليدات يتعشاوا باش ينضوا ينعصوا المدرسة في الصباح مهمة داك الشي الزربة ما عندي ما نقول لكم و صافي والله إلا عايشين ناولين عايشين في حال الضغط يا سالان و ان شاء الله نتلقاوا في شي شهي واع و ثاني ان شاء الله ساهلة وبنينا و اي حاجة ساهلة نجربها إلا و نتبرتجها معكم علش الله تنتم تستفدوا وتنضوا توجدوها و وجدوها بعينكم غمضين راني كان نحط الوصفة كما كان وجدها في داري إلا و كان حطها لكم بهم كتمنى ان شاء الله نكون دائما خفيفة على قلوبكم ما تنساوش توضعوا جام اعجاب هذك الاعجاب اه اذا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال و تشتركوا القناة مع الاهل و الاصدقاء تبرتجيو يعني و تبرتجيو بطبيعة الحال يا الله شكرا اه الى اللقاء في وصفة قادمة في فيديو قادم ان شاء الله استودعتكم الله شكرا لا بالتأكيد شكرا شكرا